أرحب بمراسلينا من بغداد محمد فاضل ومن لندن عمر بشير أهلا بكم عمر لماذا تأخر هذا القرار بالنسبة للحضر للعائدين من السفر من الخارج وما هي تفاصيله وأهم نقاط الخلاف عليها يعني الحكومة البريطانية تقول أن هذا القرار لم يتأخر لأن تطبيق هذا القرار وغيره من القرارات مثل إلزامية ارتداء الكمامات في المواصلات العامة بدءا من الخامس عشر من الشهر الجاري تقول الحكومة هذا القرار وذلك القرار لم يتأخر لسبب أن الفيروس كان سابقا منتشر بكميات كبيرة في بريطانيا عندما كانت الذروة هي ذروة الفيروس منتشرة هنا في بريطانيا فكانت قرارات الحد من التنقل وهذه الإجراءات ليست ذات أهمية ولكن الآن بعد تجاوز الذروة وبعد وصول الأعداد الوفيات إلى أدنى المستويات على سبيل المثال يوم أمس 77 حالة وفاة وهي الأقل منذ بدء هذه الأزمة تقول بريطانيا تجنبا لموجة ثانية من فيروس كورونا لجأت إلى هذه الإجراءات أعادت الطيران إذن خففت القيود ولكن أبقت على شروط من بينها إلزامية الحجر المنزلي لمدة 14 يوم على العائدين هذا القرار يرحب به الجميع سواء المطارات والمعابر وأيضا القادمين ولكن التبايد هو أن هذا القرار سيؤدي إلى تقليل القليل الموجود أصلا من أعداد المسافرين لأن الطائرات تلتزم بالتباعد الاجتماعي الركاب سوف على سبيل المثال القادم في إجازة أو لزيارة الأقرباء فأنه سوف يؤجل هذه الخطوة لأنه سوف يبقى منعزلا لمدة 14 يوم بالتالي الأعداد سوف تواصل في التراجع وفي القلة أعداد المسافرين وهذا أربكة أو أدى إلى خسائر كبيرة اقتصادية لشركات الطيران التي فقدت 30% من موطفية هي تخشى من استمرار هذا القرار وتحاول وتحاول الحكومة قرارات أخرى تنعش هذا الاقتصاد وهذا العمل لهذه الشركات اشتركوا في القناة